اهلا بكم الى نشرة مفصلة من الانباء نبدأها بالعنوين ايران تعلن الوقف الكامل للبروتوكول الاضافي غدا وتواكد ان اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصر عمليات التفتيش في اطار اتفاقية الحدي من الانتشار النووي الجهاد الاسلامي تستنكر رسالة السلطة الى الادارة الامريكية لا صلة لنا بها ولم نخول احدا التخلية عن ذرة تراب من ارض فلسطين التاريخية الغنوش يتهم جهات في البلاد بالسعي الى اعادة الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد نجات وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية من محاولة اختيال قرب العاصمة طرابلس اهلا بكم المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادا قال ان ايران ستوقف غدا في الثالث والعشرين من شباط تنفيذها للبروتوكول الاضافي واكد ان طهران ستكمل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اطار معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية والفتخضيب زادا الى ان موقف ايران ثابت من عدم اجراء اي محادثات قبل الغاء العقوبات لكنها تدرس مشاركة الولايات المتحدة كضيف في المحادثات النووية المقبلة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قليبوف شدد على ان اي وصول الى المنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ممنوعا وغير قانوني وفي تغريدة له على تويتر قال قليبوف ان البروتوكول الاضافي سيتوقف بصورة كاملة بدءا من يوم غد واضف ان اي نوع من التعاون خارج اطار اتفاق الضمانات في المستقبل يستلزم قرارا من مجلس الشورى وفقا للمادة السابعة من القانون اوضحت منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شددت على ضرورة احترام قانون مجلس الشورى الاسلامي وتنفيذه بحسب ما جاء في البيان المشترك مشيرة الى ان الطرفين اتفقا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول الى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط واكدت منظمة الطاقة الايرانية انه لن تمنح الوكالة اي وصول للمنشآت ولن تجري اي عملية تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات وفق ما ينص عليه قانون مجلس الشورى الاسلامي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي اشار الى ان الوكالة توصلت الى حل مؤقت مع ايران لمواصلة انشطة التفتيش الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل الى ثلاثة اشهر مضيفا ان الوكالة حصلت على نتيجة جيدة ومنطقية من المحادثات في ايران ما اتفقنا عليه اليوم هو ما يأتي في المقام الاول اكدنا من جديد ان ايران ستواصل تنفيذ اتفاقية ضمانات الشاملة من دون اي قيود كما فعلت حتى الان ولكن توصلنا الى تفاهم التقني ثنائي مؤقت تستمر الوكالة بموجبه في انشطات التحقق والمراقبة اللازمة لمدة تصل الى ثلاثة اشهر هناك قدرة اقل على الوصول لكننا تمكن من الاحتفاظ بدرجة اللازمة لاعمال المراقبة والتحقق وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد التقى المسؤولين الايرانيين في طهران في زيارة تجرى قبل يوم واحدا من ايقاف ايران العمل بالبروتوكول الاضافي الذي يسمح للوكالة باجراء زيارات مفاجئة للمنشآت النووية الايرانية احمد البحراني زيارة الساعة الاخيرة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي في طهران قبيل وقفها العمل بالبروتوكول الاضافي يقول الضيف والمضيف ان الزيارة لا ترمي سوى لمناقشة مستقبل العلاقة بين الطرفين فقرار ايران هذه المرة قطعي ولا رجعة عنه لن نسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ان نقف العمل بالبروتوكول الاضافي بالاطلاع على داخل مفاعلاتنا النووية من خلال وقف ما ترسله كاميرات المراقبة هناك وهناك اجراءات اخرى ندرس اتخاذها ستواصل الوكالة الذرية تفتيش المنشآت النووية الايرانية لكن بقيود وفي اطار معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية ام بي تي معاهدة قد تحافظ على علاقة الطرفين لكنها تقلص كثيرا اجراءات الوكالة للاشراف على البرنامج النووي الايراني عمليات تفتيش المنشآت النووية الايرانية ستعود الى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي وستتقلص بنسبة 30% تقريبا ايران تتوقع من الوكالة ان تكون مستقلة وغير مسيسة وان لا تكون اداة بيد امريكا يرفض المسؤولون الايرانيون التراجع عن خطوتهم الاخيرة رفضا قاطعة قبل رفع العقوبات الامريكية واستحديثا عن دراسة مقترحا اوروبيا لعقد اجتماعا غير رسميا يضم اطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة السجال بين طهران وواشنطن قد يستقرق وقتا طويلا لا يصب ابدا في مصلحة ادارة بايدن برأي الايرانيين فمن غير المعلوم ان كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية الايرانية في الثامن عشر من حزيران يونيو المقبل ستفرز حكومة اكثر تشددا من حكومة روحاني احمد البحراني طهران الميادين اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف ان على امريكا العمل عبر اجراءات تصحيحية على الالتزام بالاتفاق النووي وتنفيذ تعهداتها بصورة مؤثرة واشر الان الطريق الوحيدة امام الولايات المتحدة للتقدم نحو الامام هو ما وصفه بالترتيب المنطقي التالي الالتزام الاجراء الاجتماع نفت وزارة الخارجية الايرانية حدوث اي اتصالات مباشرة بين ايران والولايات المتحدة حول اي موضوع وقال المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة ان الاولوية لدى طهران هي الافراج عن مواطنيها في امريكا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان قوله ان واشنطن بدأت اتصالات مع طهران بشأن محتجزين امريكيين لديها اعلنت الرئاسة التركية ان الرئيس رجب طيب اردوغان اكد في اتصال هاتفي اجره مع نظيره الايراني حسن الروحاني وجود فرصة بين طهران وواشنطن بعد البيانات الاخيرة بخصوص العقوبات من جهته اكد روحاني ان الطريق الوحيد لمواجهة الاجراءات الامريكية الاحادية هو اتحاد وتضامن البلدان التي تتعرض لعقوبات من واشنطن وشدد على ان ايران ستعود الى تعهداتها فور رفع العقوبات عنها لافتا الى ان استراتيجية ايران هي الاجراء مقابل الاجراء يعقد رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو اليوم اول جلسة استراتيجية مع رؤساء الاجهزة الامنية لمناقشة موقفهم من الاتفاق النووي الايراني واشرت وسائل الالم الاسرائيلية الى ان تل ابيب تطمح الى التأثير على سير الخطوات بين البيت الابيض وطهران مضيفة ان توصية المؤسسة الامنية الاسرائيلية هي ان يتم الاشراف على قدرات ايران ومراقبتها في انتاج الصواريخ الباليستية وكشفت وسائل الالام الاسرائيلية انه ستجري ايضا مناقشة النفوذ الايراني في اليمن والعراق وسوريا استنكرت حركة الجهاد الاسلامي رسالة السلطة الفلسطينية الى الادارة الامريكية بشأن الالتزام بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وفي بيان لها قالت انه لا صلة لها برسالة السلطة واكدت انها لم تخول احدا التخلي عن اي ذرة من تراب ارض فلسطين التاريخية وكانت السلطة الفلسطينية وجهت اول خطاب سياسيا الى الادارة الامريكية الجديدة تحدد فيه الاتفاقات الاساسية التي توصلت اليها الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس الرسالة التي ارسلت الى مسؤول الملف الخارجية الامريكية هادي عمرو اكدت ان جميع الفصائل ملتزمة باقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وبالمقاومة الشعبية سلميا وعد بلفور باطل وبريطانيا تتحمل تبعاته قرار اصدرته محكمة بداية نابلوس كرد على دعوة قضائية حركتها شخصيات فلسطينية القرار عده الفلسطينيون بداية معركة قضائية ستخاض ضد لندن في محاكمها تقرير نسرين سلمي إن المحكمة تقرر تضمين المملكة المتحدة البريطانية المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخارف لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والآراف الدولي وقرارات أصبت الأمم المتحدة والأمم المتحدة خلال فترة احتلالها للأراضي الفلسطينية طوال فترة الانتداب البريطاني بما فيه ذلك تنفيذ لواعد بلفور الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017 القرار بتفاصيله حمل بريطانيا المسؤولية عن وعد بلفور وما نتج منه من نكبة وتشريد للفلسطينيين وطالبها بالاعتذار والتعويض جاء ذلك في ختام مداولات شهدتها محكمة بداية نابلس للنظر في الدعوة القضائية ضد بريطانيا حركها التجمع الوطني للمستقلين والمؤسسات الدولية لدفاع عن حقوق الفلسطينيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين ولو بعد 103 سنين الحق اللي بطالب فيه موضية وبدنا نتوجه لكل دولة اعتدت على الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية ونقول احنا الشعب الفلسطيني بستاهل يرجع العدالة إليه وبدنا العالم كله يوقف قدامنا القرار وصف بأنه رمزي لكنه البداية لمعركة ينوي الفلسطينيون خوضها ضد بريطانيا في محاكمها مستندين إلى سوابق جرت فيها إدانة لندن على تصرفاتها ضد عدد من الدول بان فترة الانتداب في القرن الماضي من المهم جدا أن نتابع في المحاكمة الدولية محاكمة بريطانيا وليس فقط بطالبتها بالاعتذار بل تقديم أيضا التعويضات للشعب الفلسطيني عن الجريمة التي ارتكبت بحق هذا الشعب الذي طرد وهجر من أرض النتاج وفعل السياسات البريطانية بعد صدور الحكم تظهر عشرة الفلسطينيين أمام مقر المحكمة بحضور شخصيات وطنية واعتبارية مطالبين بمحاسبة كل من شارك في نكبة الفلسطينيين واحتلال أرضهم على الرغم من رمزية الحكم إلا أنه بالنسبة إلى الفلسطينيين يؤسس لمعركتهم المقبلة في المحاكم البريطانية وربما في المحاكم الدولية نسل سلمي رغم الله الميادين اعتبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أن هناك حركات في البلاد تسعى إلى إعادة الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد بدلا من التعددية والنظام الديمقراطي وفي مقال نشره في صحيفة USA Today الأمريكية قال الغنوشي أن الحالة الشعبوية في تونس اتخذت طريق مهاجمة المؤسسات الديمقراطية والمسؤولين المنتخبين والأحزاب السياسية وتعطيل عملهم وبخصوص الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد رأى الغنوشي أن الحل يكمن في حكومة مستقرة تحظى بدعم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية نجى وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتح بشاغة من محاولة اغتيال على الطريق السريع قرب العاصمة طرابلس وقال بشاغة أن المحاولة لم تكن صدفة بل كان مخططا لها مسبقا لما وصلنا لجزيرة الجنزور وإذا به سيارة مصفحة تيوتا يصف فيها في ليبيا 27 فيها فتحات الأقنار أصبحت ضايق في الرتل وبدأت في إطلاق النار حاول الحرس تعي المتدرب جيدا إبعاد هذه السيارة وحماية الوزير وإبعادها عن الرتل فحدثت المطاردة واستمر بإطلاق النار وأعتقد أنها ليست عملية هي عملية أتت بالصدفة بل تم التخطيط لها جيدا لأن عند وصولنا إلى الجزيرة تحركت هذه السيارة أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا جزئيا لم يشمل تغييرا للوزراء البارزين وطالى وزارات الطاقة والصناعة والسكن كما حل الرئيس الجزائري الغرفة السفلة في البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر ووقع تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني الذي تنتهي ولايته العام المقبل أفادت مصادر الميادين بانسحاب رتلين للجيش الروسي من قاعدتين عين عيسى وتل تمر في ريف الحسك الشمالي الغربي وتوجههما إلى القاعدتين الروسيتين في مدينة القامشلي شمال الحسكة وتل السمن جنوب عين عيسى وأضافت المصادر أن التحركات الروسية تأتي ردا على استفزازات قصد التي استهدفت نقاطا للجيش التركي في محيط البلدتين معرض نقاط المراقبة الروسية في المنطقة لمخاطر من جراء رد الأتراك وأن الاستفزازات استمرت رغم أبلاغ الروس قيادة قصد بضرورة وقفها بدأت عشر نساء فرنسيات محتجزات في معسكرات في سوريا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الرفض المستمر من جانب السلطات الفرنسية لتنظيم عودتهن مع أطفالهن إلى بلادهن بحسب ما أعلن محاميان وقال المحاميان أن تلك النساء يرغبن في أن يحكم عليهن في فرنسا على ما فعلنه ويحتجز نحو ثمانين امرأة كنا قد انضمنا إلى تنظيم داعش في معسكرات تديرها قوة قصد نشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير من جديد أهلا بكم قالت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء أن فريقا تابعا لها نفذ عمليات أمنية خاصة في مدينة مأرب باقتحام أحد السجون التابعة لقوات هادي ما أفضى إلى تحرير تسعة من أسرى القوات المسلحة اليمنية كان المرتزقة يشكون على أن يبيعوهم لضباط سعوديين كما حدث مع أسيرين آخرين الناطق باسم الوزارة العميد عبدالخالق العجري أضف أن عمليات تحرير الأسرى وإخراجهم من مدينة مأرب إلى مناطق سيطرة الجيش واللجان جرت خلال ساعات قليلة وأشهد بالشرفاء من أبناء مأرب الذين أسهموا في نجاح العملية تستمر المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية من جهة وقوات هادي مدعومة بطائرات التحرف السعودي من جهة ثانية في صحراء العالم بين مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ومديرية رغوان شمال محافظة مأرب كما تستمر المعارك في منطقة طلعة الحمراء الاستراتيجية القريبة من مأرب التي وصلت إليها القوات المسلحة يوم أمس كشف رئيس لجنة الأسرة في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى عن عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات ملف الأسرة التي انتهت في عمان وعز السبب إلى تعنط قوى العدوان ومرتزقتهم وأضف أن وفد صنعاء المفاوض حاول إنجاح المفاوضات بكل الطرق وقدم عددا من المقترحات المنصفة لتجاوز الخلافات لكن جميع المحاولات كانت غير مجدية مع الطرف الآخر أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باثيل ضرورة تأليف الحكومة في وقت سريع وبرئاسة سعد الحريري برغم من الاقتناع بعدم قدرته على الإصلاح على حد تعبيره ولفت إلى أنه لم يجري الالتزام بما جرى الاتفاق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون في موضوع الحكومة نحن مصلحتنا الخاصة ورغبتنا أنه ما نشارك بالحكومة إذن اليوم نحن شو بدنا؟ بدنا حكومة بسرعة برئاسة سعد الحريري ومن دوننا يتفضل يتحمل مسؤوليته هو المكلف مش نحن يعمل حكومة من دوننا ولبقى يضيع وقت ويرمي الحجاج على الغير يشكلها من اختصاصيين أصحاب إدراء يشكلها على أساس العدالة والدستور اللبناني مش على هوا البعض بسيل الذي انتقد العودة إلى خطاب الاستقواء بالخارج شدد على أن رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف شركان متساويان في تأليف الحكومة وأكد وجوب أن يتفق الطرفان على شكل الحكومة وعدد وزرائها الحل الواضح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف شركة متساويين بعملية التشكيل سواء يجب أن يتفقوا على كل شيء على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء هذا دستورنا أما نظامنا فهو تشارك برلماني ولازم هن يأمنوا سيئة مجلس النواب للحكومة وبهالمرحلة بدنا حكومة تكسب سيئة المجتمع الدولي إذا بدنا مساعدته فإذا من دون رضا رئيس الجمهورية ومفاقته ما بتتشكل لحكومة تيار المستقبل اللبناني عدى تصريحات جبران بثيل حول الحكومة والدستور والمعايير تكرارا لمواقف لا تحمل جديدا ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل وضف أن ما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية مباشرة لا بالواسطة زاعما أن هناك محاولة جارية لتأجيج العصبيات الطائفية وأشار إلى أن لا أحد عرض على بثيل الاشتراك في الحكومة واصفا كلامه بمحاولة إهام اللبنانيين بوجود ضغوط عليه للمشاركة على وقع خطاب بثيل ورد تيار المستقبل عليه كيف يبدو المشهد في لبنان وماذا عن مخاضي تأليف الحكومة جراسيا بيطار هل صارت الحكومة في لبنان أبعد من أي وقت مضى؟ السؤال مشروع بعد المواقف التي أدل بها رئيس التيار الوطني الحر جبران بيسيل وردود الفعل التي صدرت عن المعنيين ولسيما تيار المستقبل الأولوية بالنسبة إلى بيسيل هي لتأليف حكومة تكون على مستوى انتظارات الناس وتتحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المتراكمة هذا ما قاله قبلا بيان للتيار البرتقالي وما أكده بيسيل في جوهر كلامه حين اختصر قائلا أعطون الإصلاح وخذوا الثقة طارحا مبادرة في شكل الحكومة لناحية وصولها إلى 24 وزيرا فيحترم معيار الاختصاص بحسب قوله لكن كلام بيسيل لم يعد كونه مواقف مكررة ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدار العرقلة كما رأاها تيار المستقبل وما يشي بأن التواصل سيبقى مقطوعا قول التيار الأزرق بأنه لا يعنين إلا كلام رئيس الجمهورية وكل ما قيله أضغاث أحلام في السياق كان لافتا أن يأتي بيان المستقبل في رده على بيسيل على ذكر البطرياركية المارونية وبأنها خير ضامن للوحدة الوطنية في ظل الأسبوع الطالع الذي يفتح على حراك سياسي وشعبي داعم لدعوة بكركي إلى مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان ما يجري يمكن أن يكون محاولة للالتفاف على ما يمثله التيار الوطني في الأوساط المسيحية والسعي لتسليم القرار السياسي ليكون في عهدة بكركي السجال بين الحرير وبسيل على المشهد السياسي هل يفتح كوة في جدار الأزمة أم يزيد في الشرخ؟ الأرجح أن العوامل الداخلية لا تساعد في هذا الإطار إلا إذا ترأ مجددا عامل خارجي يساعد على الاحتواء لكن الأجواء لا توحي بإمكانية ذلك وفق أحد الوجوه المعارضة للعهد ولخياراته إذ يقول إن المرحلة مصيرية ولا تشبه سواها منذ قيام دولة لبنان الكبير ربما هزم يفسر عودة بعض الفرقاء إلى تصعيد مواقفهم للعودة بالمشهد إلى المربع الأول أكدت بكين أنها تسعى إلى حوار مع واشنطن للعمل من أجل مصلحة البشرية جمعا معتبرة أن سبب الخلافات بينهما يعود لإجراءات إدارة ترامب التي ألحقت أضرارا لا تحصى بالعلاقات الدولية وأكد وزير الخارجية الصيني وانجي أن بلاده تسعى إلى حوار لا إلى مواجهة مشددا على ضرورة التركيز على شؤون الداخلية للبلدين بالتزامن مع العمل المشترك وأضاف أن الديمقراطية يجب أن تكون متجدرة في واقع كل بلد لافتا إلى أن بلاده متمسكة دائما بحماية حقوق الإنسان بهذا نصل إلى الختام وفيه تذكير بالعناوين إيران تعلن الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي غدا وتواكد أن اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصر عمليات التفتيش في إطار اتفاقية الحد من الانتشار النووي الجهاد الإسلامي تستنكر رسالة السلطة إلى الإدارة الأمريكية لا صلة لنا بها ولم نخول أحدنا التخلي عن ذرة تراب من أرض فلسطين التاريخية الغنوش يتهم جهات في البلاد بالسعي إلى إعادة الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد نجاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية من محاولة اغتيال قرب العاصمة طرابلوس للمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا لتصيب المتابعة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا